السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في مقرر الهندسة الكهربائية Electrical Engineering معكم الدكتور عبد العزيز صالح السعيدي نواصل مع المحور الأخير وهو Sinus with Steady State Power Calculation ونبدأ اليوم إن شاء الله مع الجزء الثالث لهذا المحور التاسع بعنوان الـ Effective أو الـ RMS Value إذن رأينا هذا المصطلح مع الـ DC واليوم إن شاء الله سوف نرى تطبيقه مع الـ AC System إذن الـ RMS Value وما تسمى Root Mean Square Value هي نسميها كذلك الـ Effective Value لـ Sinus with the Function وبالتالي كتبنا هنا أنه الطيار الكهربائي للـ RMS Value هو نفسه الـ Effective Value بالنسبة لـ Current وكذلك الـ RMS Value للجهد هو نفسه الـ Effective Value للـ Voltage ونلاحظ هنا أنه الـ Voltage أو الطيار الكهربائي كتبناه في الفيزر دومان أو بما يسمى الـ Frequency دومان يعني لو نأخذ طيار كهربائي أو جهد كهربائي Periodic Sinus with the Function الـ RMS Value للطيار الكهربائي هي ماذا تساوي هي الماكسيموم Value على جذر 2 وكذلك الـ RMS Value للجهد ماذا يساوي هو الماكسيموم Value على جذر 2 رأينا في المحاضرة السابقة كيفية استخراج الأفريج باور على هذا الشكل وهي نصف الماكسيموم Value للجهد ضارب الماكسيموم Value للطيار Cosine الفرق بين الزاويتين ماذا فعلت هنا قمت بقسمة الـ Amplitude للجهد والـ Amplitude للطيار على جذر 2 على جذر 2 يعني الضرب بينهما يرجعني إلى المعادلة الأولى ورأينا في السلايد السابق أنه الماكسيموم Value على جذر 2 بالنسبة للجهد هي ليست إلا على رمس Value Root Mean Square وكذلك الماكسيموم Value على جذر 2 للطيار الكهربائي هي Root Mean Square للطيار الكهربائي وبالتالي أصبحت الأفريج باور تساوي هذا القانون بإدخال على رمس Value الآن بالنسبة للريزيستر هذه الأفريج باور بالنسبة للريزيستر نعرض أنه في تساوي بين الزاويتين ويبقى لي الضرب بين الـ V والـ I بتطبيق قانون الأوم أستطيع التحصل على أن الأفريج باور بالنسبة للريزيستر ماذا تساوي هي قيمة الريزيستر في الطيار الكهربائي رمس تربيع أو هو رمس Value للجهة التربيع قاسم قيمة المقاومة نطبق المصطلحين للأفريج باور إذن هنا عندي سينزويد الفولتج مرتبطة بمقاوم كهربائي قيمة المقاومة خمسين أوم وبالنسبة لل فولتج سورس الماكسيمون فاليو أو الامبليتيوت تساوي ستمية وخمسة وعشرين فولت المطلوب مني استخراج في السؤال A الأفريج باور للريزيستر إذن الأفريج باور رأينا في السلايد السابق ماذا تساوي هي قيمة الرمس فاليو للجهة تربيع على قيمة المقاومة قيمة المقاومة موجودة عندي هي خمسين أوم لكن الفي الرمس كيف أستخرجها رأينا في السلايد السابق أنه الرمس هي المكسيموم فاليو على جذر اثنان المكسيموم فاليو قيمته هنا 625 فولت لهذه الفولت السورس نقوم بقسمتي على جذر اثنان لنتحصل على الرمس فاليو للجهد لهذا السورس وبالتالي الأفريج باور ماذا تساوي الفي الرمس التي تحصلنا عليها تربيع على قيمة المقاومة لنتحصل على قيمة إذن الأفريج باور بالوات وقد كتبنا إذن هنا عن طريق استعمال الروت من سكوير للجهد الآن سوف نعيد نفس السؤال استخراج الأفريج باور لكن باستخدام قيمة التيار الكهربائي في هذا المقاوم الكهربائي إذن الأفريج باور باستخدام قيمة التيار الكهربائي هذا هو القانون رأيناه في السلايد السابق قيمة المقاومة موجودة هي 50 أور لكن الروت من سكوير للتيار الكهربائي كيف سأتحصل عليها عندي قيمة الفي أراميس أقوم بقسمتي على قيمة المقاومة هذه الفي أراميس قيمة المقاومة 50 أور القسمة بينهما تعطيني الروت من سكوير للتيار الكهربائي وهي 8.84 أمبير فأعوض إذن هذه القيمة في قانون الأفريش باور لأتحصل على نفس القيمة وبالتالي أستطيع استخراج الأفريش باور لهذا المقاومة الكهربائي باستخدام إما القانون الأول أو القانون الثاني ترجمة نانسي